أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تماما للحديث أيها الأخوة عن الآيات في سورة الحج يذكر الله عز وجل حال أهل الإيمان بعد حال أهل النار ونعيم أهل الجنة بعد عذاب أهل النار ولو تأمل الإنسان هذا الوصف العظيم الدقيق في حال الصنفين الخصمين لتبين له الحق ولبعثه ذلك على الإيمان بالله عز وجل قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا لاحظوا أيها الأخوة أن الآية جاءت في سياق الاستئناف وليس العطف يعني لم يعطف حال المؤمنين على حال أهل الكافرين في قوله هذان خصمان فالذين كفروا ولم يقول والذين آمنوا قال إن الله يدخل الذين آمنوا هذا الاستئناف يفيد أيها الأخوة تمييز المؤمنين وإظهار شأنهم والاهتمام بأمرهم وإكرامهم ونعيمهم والتأكيد على ما أنعم الله تعالى به عليهم قال يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فهم في نعيم مقيم جنات فيها من الحدائق والنخيل والأعناب ما يبهج النفس ويبعث السرور والأنس ثم ليسهم فقط في منظر جميل وجنات وخضرة بل في ملبس هنيء ولذلك قال الله يحلون فيها من أساور من ذهب كما أن أولئك لهم وهم الكافرين قطعت لهم ثياب من نار فهؤلاء يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير قال الله عز وجل هنا يحلون فيها من أساور ولم يقل يحلون فيها أساوراً ما فائدة من هنا ولماذا أدخلت قبل الأساور هي بيانية لكن تفيد التأكيد لأن هذه الأساور في حال أهل الدنيا ليست من عادة الرجال الليلبسونها في الدنيا ليس ذلك من حال الأساور من ذهب ليس هذا حال أهل الدنيا الذي شرعه الله وإن كان بعض الكافرين يفعلوا لكنه حرمه الله على الرجال من المسلمين حرمه الله على الرجال فحين منعهم منه في الدنيا أكرمهم الله تعالى به في الآخرة كما حرم عليهم الحريذ وأكرمهم في الجنة وحرم عليهم الخمر وأكرمهم به في الآخرة فقال الله من أساور من ذهب أن هذه الأساور مصنوعة من خير معدن وهو الذهب فهم في جمال وبهاء في حلتهم ولذلك قال يحلون قال ولؤلؤا ما قال ولؤلؤا يعني وإن قالت فيه قراءة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا أي أنهم يحلون لؤلؤا كما يحلون من الأساور فهم في حلي مضعف ومتنوع ولذلك جاء اللفظ بسلوب المضارع يحلون فهم ليسوا على حالة واحدة من الحلي وإنما يتجددون بحليهم من أساورة واللؤلؤ وغير ذلك قال الله ولباسهم فيها حرير لباسهم فيها حرير لماذا لم يقل ويلبسون فيها الحرير لماذا لم يقل ويلبسون فيها الحرير ونقال يحلون فيها السياق الحديث أن يقول ويلبسون فيها حرير الدلالة على أن ثباتهم على ذلك الشيء وتجددهم فيه اللباس بينما الحرير فهم يتنوعون فيه بكل ما الحرير لهم لباس دائم وأما الحلي فهم يتنوعون به بحسب ما أكرمهم الله عز وجل من نعيم الجنة نسأل الله الكريم من فضله قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هدوا إلى الطيب من القول ما المقصود بذلك في نعيم أهل الجنة تحتمل معليان ما هما هدوا إلى الطيب من القول إما أن يكون أنهم يلهمون الطيب من القول فيكون حديثهم كله طيب من القول فهم على أحسن حال من البيان وأحسن حال من الكلام فيما بينهم أن يتنعمون حتى في مخاطبة بعضهم لبعض وليس هناك عجز في اللسان في الجنة كل إنسان من أهل الجنة يتحدث بأحسن لغة وأحسن بيان وفصاحة وحسن في الكلام وهذا من نعيمهم لأنه أيها الأخوة في الدنيا الإنسان يسر ببيانه وبفصاحته ويبهجه ذلك لا شك أن هذا أحرى وأولى بحال أهل الجنة أنهم يتحدثون بأحسن بيان وفصاحة وبلاغة وقيل أن المقصود وهدوا إلى الطيب من القول أنهم لا يسمعون إلا الطيب من القول كما قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فلهم السلام والكلام الطيب وعلى كل حال في الآية تحتاملون معين ولا حرج في ذلك قال الله عز وجل وهذه الآية أيها الأخوة لنا فيها وقفة مهمة وفائدة عظيمة هي أنه إذا كان أهل الجنة هدوا إلى الطيب من القول فإن أهل الإيمان الذين هم أهل الجنة في الدنيا حري بأن يتطلبوا ويسلكوا السبيل الأمثل في كلامهم من الطيب من القول كما قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ما أجمل أيها الأخوة أن يختار الإنسان في كلامه رق الألفاظ وأجملها وأحسنها في مخاطبة إخوانه المسلمين ومخاطبة أهله وأولاده وليكن فضا غليظا كما قال الله عز وجل ولكنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأور هذه الصفة يليخ وصفة أهل الجنة فما أجمل أن تكون هي صفة أهل الإيمان الذين هم أهل الجنة في الدنيا قال الله عز وجل وهدوا إلى صراط مستقيم أي أن الله عز وجل أكرمهم قبل ذلك بهدايتهم إلى صراط المستقيم وأن سبب دخولهم أن الله هداهم إلى هذا الصراط وصفه بالاستقامة لأن الاستقامة هي أقرب طريق إلى الوصول إلى المبتغى وهي الجنة ولذوان الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم فذكره هنا إشارة إلى أنه كان سبب جزائهم سبب هذا النعيم الذي يوم فيه أنهم هدوا إلى صراط صراط الله عز وجل وصراط الحميد ووصفه بالحميد هنا من جهة أنه محمود والوصف هنا إما أن يتعلق بالله عز وجل الذي هداهم إلى ذلك فهو أهل الحمد على هذه الحداية ويأخذ من ذلك أيها الأخوة أن الإنسان ينبغي ويشرع له أن يكون على حالم من الحمد لله تعالى دائماً في حمده لله تعالى على ما وهبه وهداه إلى نعمة الهداية والإيمان والإسلام والقرآن فهو نعمة تستحق دائماً الحمد بما وهبه الله تعالى إياها وإما أن يكون الوصف هنا راجع إلى الصراط فهو صراط محمود لما تضمنه من المحامد ومن المصالح وإصلاح شأن الناس وقيامهم بأمر الله عز وجل وعبادتهم لله تعالى فهو صراط محمود ثم قال الله عز وجل بعد ذلك انتقالاً في السياق إلى الحديث عن أمر آخر هو حال الكافرين هؤلاء انظروا ما يزال الحديث يتطرق ويتحدث وما تزال الآيات تتحدث عن هؤلاء لتفندهم وحججهم وأحوالهم وتنهي معهم الحجاج في إثبات أمر الله عز وجل والحق قال الله إن الذين كفروا وهو مواصلة لما كانوا عليه من قبل ماذا حالهم قال وكفروا ويصدون عن سبيل الله هذه من صفاتهم ثم أدرج مع ذلك انظروا إلى بلاغة القرآن أدرج مع ذلك حالهم مع المسجد الحرام قال ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي يصدون عن المسجد الحرام والمقصود بصدودهم عن المسجد الحرام هو منعهم المسلمين من زيارته بعد الهجرة ويدخل في ذلك قصة الحديبية وما قبلها قال الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والبات هذه الآية هي مدخل هي مدخل للحديث عن الحج فلاحظوا هذه البلاغة العظيمة الجميلة في الدخول للموضوع بمقدمة مناسبة وهذا من عادة القرآن كثيرا في الدخول للموضوع بأن يكون ذلك بمقدمة تكون دخول إليه قال الله عز وجل الذي جعلناه للناس فهذا البيت العظيم وهذا المسجد الحرام جعله الله للناس كافة ولماذا ليعبد فيه الله عز وجل ويوحد وتؤدى فيه شعيرته شعيرة الحج قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والبات سواء أن يستوي فيه العاكف والبات ما هو العاكف أو من هو العاكف العاكف هو الملازم ويدخل فيه دخول أوليا المقيم الساكن ويدخل فيه مع ذلك الذي بقي عاكفا في المسجد الحرام لعبادة الله عز وجل لكنه في الأصل العكوف البقاء واللزوم فيدخل فيه أهل أهل مكة والبات أهل البادية أي الذين يأتونه للزيارة فهم فيه سواء ليس لأحد فيه فضل على الآخر وهذا تعريض بالمشركين الذين يزعمون أنهم أحقوا بالبيت من غيرهم ولذلك يخصون أنفسهم في الحج خاصة وفي العمرة وفي الطواف بما ليس لغيرهم فيلزمون الناس بأن لا يطوف بالبيت إلا من كان أو من لبس ثوبا من ثيابهم ومن ليس عنده ثوب أو لا يستطيع أن يشتري منهم الثوب فليطف بالبيت العريان أيها ذنب الله انظروا كيف تحكموا في أمر شعيرة من شعائر الإسلام ثم هم أيضا يميزون أنفسهم بالحج بأن لهم أماكن ليست لغيرهم كما في وقوفهم في المزدلفة دون عرفة لأنهم يقول نحن أهل البيت لا نخرج للحل فأبطل الله ذلك كله وذلك كله من إحداثهم قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد والباء هنا للملابسة أو المصاحبة أي مصاحبين فيه الإلحاد يريدون فيه الإلحاد والإلحاد والإلحاد المقصود به من المقصود بالإلحاد هو مخالفة أمر الله عز وجل وأعظمه الشرك بالله تعالى وتغيير ما أمر الله تعالى به في شرائع وشعائر الحج فهذا إلحاد ولذلك قال وصفه بظلم بتجاوز عما أمر الله تعالى به فكل من أراد في بيت الله الحرام إحداثا أو إلحادا بظلم وتجاوز وتعد عن أمر الله فإنه داخل في هذه الآية ولو أراد إرادة ولو أراد إرادة ولهذا استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن إرادة المعصية في بيت الله الحرام يأثم فيها الإنسان وإن كان هذا محل نظر لأن أحاديث رفع الحرج عما حدث الإنسان فيه نفسه لا يأثم فيه إلا أن هذه الآية يدخل فيها من عازم على ذلك ولم يستطع وأنه يدخل في ضمن هذه الآية قال الله نذقه من عذاب أليم ولعل هذه الآية تفيد أن من أراد ذلك فإن الله عز وجل يعاج له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة لأنه قال نذيقه يعني يصيبه عذابا أليما قبل عذاب الآخرة ويدخل فيه عذاب الآخرة لكن لعل الآية تدل على أن الله عز وجل ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة ثم دلف بعد ذلك وانتقل الحديث إلى حال البيت ما السر في ذلك السر في ذلك التعريض بهؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله وعن مسجد الحرام ويلحدون في بيت الله تعالى وغيروا ما أمر الله تعالى به انتقى الحديث إلى ما كان عليه البيت وما أراده الله منه في أصل وضعه وجعله وتشريعه قال الله وإذ بوأنا إن جعلناه موأا وأمرنا إبراهيم وأذنا له أن يتبوأ فيه مكانا وبيتا لربه عز وجل يبنيه وإذ بوأنا لإبراهيم هيئناه وأعددناه وأذنا له فيه مكان البيت وهذه الآية تجرنا إلى الحديث عن أصل البيت وإن كان الحديث فيها يطول لكن أنا نختصر أصل بناء البيت هل إبراهيم عليه السلام هو أول من هو أول من بنى البيت أم أنه بناه على بناء سابق قد تكلمنا في الحديث هذا في سورة البقرة لكن نشير إليه إشارة أقول الله تعالى أعلم أن الله عز وجل أرى آدم والأنبياء قبل إبراهيم مكان البيت لكن إبراهيم له خصيصة في بيت الله ما هي أنه هو الذي بناه هو الذي بناه وأسسه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أما قبل ذلك فقد كان ربوة من الأرض معروف بأن هذا بيت الله كما أن الصفا والمروة شعائر لله عز وجل معروفة فهذا الذي يجمع بين الأدلة والله تعالى علم قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيئناه وأددناه وأمراه بأن يتبوأ فيه البيت ثم ذكر حكمته في ذلك تعريضا بالمشركين الذين خالفوا فيه سنة أبيهم إبراهيم أليس يزعمون بأنهم على ملة إبراهيم وأنهم أولى الناس بإبراهيم قال الله عز وجل إن كنتم صادقين فإننا قد ووأنا لإبراهيم البيت ألا تشرك بشيئا فقد خالفتم ما كان عليه أبيكم إبراهيم فذكر الله عز وجل حكمته العظيمة من إقامة هذا البيت وهو إقامة التوحيد وتعليم الناس ونشر العقيدة فيه ومن هنا نأخذ أيها الإخوة فائدة جليلة نفيسة هو أن من أظهر الأعمال وأولاها في الحج وفي بيت الله تصحيح عقيدة الناس تصحيح عقيدة الناس وتستخلص التوحيد في قلوبهم إخلاص التوحيد في قلوبهم ومن ذلك نشر العلم تعليم الناس تصحيح العقائد محاربة البدع كل ذلك داخل في هذه الآية لإقامة التوحيد الذي أراد الله تعالى به بناء البيت وهذا يجرنا إلى أن الحديث عن حكمة إقامة البيت فإن الله عز وجل جعل البيت شعارا لتوحيده وذلك أن الناس يأتون فيقصدون البيت لإقامة التوحيد لله عز وجل فهو مشعر ومظهر ومعلم من معالم التوحيد مظهر يراه الناس لكن الله سبحانه وتعالى جعل البيت شعارا لذلك وذكر بعض أهل العلم السر في جعل البيت يعني جعل الكعبة سبيلا أو شعارا لتوحيده فإن الناس وبني آدم مجبولون إلى الميل إلى الأشياء المحسوسة فجعل الله لهم هذا البيت ليدلهم على توحيده سبحانه وتعالى وليحقق ما في نفوسهم من الميل المحسوسات فيغنيهم بها عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإلا فإن هذا الطواف بالبيت ليس إلا هو موجه توجه إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو طواف للبيت وإنما هو طواف بالبيت لله سبحانه وتعالى كذلك النحر الذي قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة فالهدي ليس للكعبة وإنما هو بالغها لله سبحانه وتعالى فهذه لطيفة في سر إقامة البيت للناس ليقيموا فيها ليقيموا فيه التوحيد وليكون شعارا لهم على التوحيد قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم واختخصيص إبراهيم بذلك تشريفا له فما أعظم أن يخصه الله تعالى بذلك وحق له ذلك فهو الذي أقام التوحيد وهذا نأخذ منه أي الأخوة فائدة النفيسة أن من حق التوحيد من حق التوحيد في نفسه فإن الله سيبوئه مكانا رفيعا في الدنيا والآخرة فإن إبراهيم الذي أخلص التوحيد لله عز وجل إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين فلما أخلص لربه التوحيد وحققه بوأه الله مكانا عظيما وهذا معنى قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جعلك للناس إماما فبوأه الله الإمامة وبوأه الله مكان البيت فكان شرف ببناء هذا البيت العظيم نسأل الله عز وجل أن يحقق التوحيد في نفوسنا وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل وطهر بيتي طهر بيتي إضافة البيت إلى الله تشريف فشرف هذا البيت وهذا البناء بانتسابه إلى الله عز وجل وإضافته إليه تشريفا وتكريما واتخاذه وأمر الناس باتخاذه بيتا ويطوفون به لله عز وجل وهذا نأخذ منه أن كل ما اتخذ لله فإنه يشرف بحسب اتخاذه فهذه المساجد التي تبنى لله عز وجل تشرف بحسب مقصد بنائها كل ما اتخذ لله شرف بذلك فممتزج الشيء ممتزج الشيء بكونه لله إلا و ضاعف الله تعالى فيه الشرف والأجر كذلك العمل أيها الأخوة العمل إذا كان صاحبه إخلاص نية لله ضاعفه الله وشرفه وفضله وكتب لصاحبه الأجر فلننظر أيها الأخوة في أحوالنا في أنفسنا ما هي لله عز وجل ما قدرنا وما قدر ما نبذله ونفعله في أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا وأعمالنا كلها هكم هي لله عز وجل من جعل أمره وسعيه وعمله وهمه لله فإنه يشرف ويفضل عند ربه سبحانه وتعالى بقدر ذلك الانتساب قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين ونأخذ من هذا مشروعية تطهير البيت والمقصود بالتطهير نوعان هما التطهير للحسي من الأذى والنجاسات وما لا يليق بيوت الله عز وجل والتطهير المعنوي وهو أعظم لأنه قال للطائفين والقائمين بما يهيئ لهم القيام فأعظمه تطهير البيت من الشرك تطهيره من الأصنام تطهيره من عبادة غير الله سبحانه وتعالى وهذا ينجر إلى كل بيت لله تعالى أنه يطهر تطهيرا معنويا بأن لا يكون فيه إلا لله إن هذه البيوت لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا وكلام الناس فيها إنما هي لله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الله في بيوت أذن الله أن ترفع أي ترفع عما لا يليق بها من ذلك لا يليق بها من الحديث في أمور الدنيا من البيع والشراء والجدال والشقاق وغير ذلك قال الله والقائمين والقائمين للطائفين وقدم الطائفين لماذا لأن أظهر عبادة في البيت هي الطواف ومن هنا نأخذ فائدة وحكم أيهما أفضل للإنسان إذا كان في بيت الله الطواف أم الصلاة هنا فيه تفصيل التفصيل هو إذا كان الإنسان مقيما في بيت الله دائما فالصلاة في حقه أفضل لأنه الطواف متهيئ له في كل وقت ومن كان زائرا يعني غير مقيم قامة دائمة فالأفضل في حقه الطواف لأن هذه العبادة لا تتحقق له إلا حال زيارته ليس هناك طواف إلا في البيت فحقه الطواف أو حقه أو الأفضلية له الطواف على صلاة النفل أما صلاة الفرض فلا يقدم عليها طواف قال الله عز وجل والقائمين والركع السجود قال هنا والقائمين قال في البقرة إيش والعاكفين ما الفرق بينهما لماذا قال هنا والقائمين وقال هناك والعاكفين نجعل هذا سؤالا ليناقش وجوابه في الدرس القادم قال والركع السجود الركع السجود وهذا سؤال آخر لماذا خص الركع السجود مع أنهم داخلون في القائمين لأن القائمين هم المقيمين للصلاة قائمين بالصلاة لله عز وجل فلماذا خص الركوع والسجود أحسنت لأن فيها مظهر من مظاهر التعظيم لله عز وجل والتذلل والخضوع وقلنا لكم سلمكم الله أن السورة فيها مظاهر التعظيم الباعث على التوحيد والتذلل والخضوع لله عز وجل فلهذا خص هنا الركوع والسجود مع دخوله في القائمين الله تعالى أعلم قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج هنا أمر من الله عز وجل لنبيه بعد أن هيئ البيت وطهره وبناه أن يؤذن في الحج ونأخذ من هذا فائدتي الفائدة الأولى أنه ينبغي تهيئة المساجد المصلين تهيئة المساجد للمصلين وإعدادها قبل مجيئهم وهذا يدخل فيه إعدادها بفتحها وتنظيفها وتطييبها وإنارتها ونحو ذلك وفضل من يفعل ذلك ونأخذ من هذا أيضا فائدة خارجة عن سياق الحديث وهي أن الإنسان ينبغي أن يعد مكان الضيف قبل مجيئه أن يعد مكان الضيف قبل مجيئه كيف أخذنا هذه الفائدة نعم أن هؤلاء الضيوف الرحمن وقد أمر الله نبيه إبراهيم أن يهيئ البيت ويطهره لهم قبل مجيئهم ثم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك فيوخذ منها التماسا أن الإنسان ينبغي أن يهيئ لإباد الله عز وجل مكانهم قبل مجيئهم ويأهي أي ضيف مكانه قبل مجيئه قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج كيف كان أذان إبراهيم عليه السلام بالحج لأن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذلك قال وأن يسمع صوتي كيف يسمع الناس صوته فكيف كان حال إبراهيم في الأذان ذكروا وصفين الوصف الأول أنه عليه السلام اعتلى وهذا انفعل السبب وإلا هذا لا يكفي أيضا في التبليغ لأن الله تعالى تكفل له بأن ينادي وعليه التبليغ لكنه اعتلى جبل أبي قبيس المجاور للكعبة وجعل أصبعيه في أذنيه ولعل هذا هو من سنن إبراهيم في جعل الأصابع في الأذنين عند الأذان ونادى إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا في رواية أن الجبال تطامنت وأن القرى تصاعدت ليسمعها الله عز وجل النداء والله أعلم هذا حال من نداءه الحال الثاني الذي ورد أن إبراهيم عليه السلام كما ذكر في الروايات والسير أنه كان رحاله لم يقر قراره في مكان إلا في آخر عمره يذهب لفلسطين ويأتى بالبيت الحرام وكان رحالة فكان يبلغ الناس نداء الله عز وجل في كل موطن يحل فيه ويقيم وكان ذلك من تحقيق أمر الله عز وجل له وعلى كل حال فكل الأمر الحالين يدلان على ذلك الأذان ما الفرق بينه وبين النداء وبين البلاغ الأذان الفرق بينه وبين غيره أنه يستمل على ثلاثة أمور تكرار ورفع صوت تكرار ورفع الصوت و اكثار من الشيء وهو يدخل فيه التكرار ويدخل فيه رفع الصوت ففيه تكرار وعلى هذا الأذان الذي يقام للصلاة فيه تكرار وفيه كثرة وفيه رفع صوت فيه رفع صوت فيظهر الله تعالى أعلم أنه يخص الأذان عن النداء بهذه الخاصية بهذه الخاصيتين أو الثلاث فيه تكرار وكثرة للنداء للنداء ورفع للصوت وأذن في الناس لم يقل وأذن للناس لماذا قال في الناس وفيه للظرفية يظهر يظهر أن هذا يؤيد ما ذكرته والله أعلم من أنه يقيم في الناس ويؤذن فيهم ويبلغهم هذا الذي يظهر في سياق هذه الآية والله تعالى يعني أن إبراهيم قد يكون نادى على جبل قيس جبل أبي قبيس ونادى أيضا ناس حينما يحل فيهم فيبلغهم رسالة الله وأمره بالحج نعم الصيغة التي وردت إن الله كتب عليكم الحج فحجوه وقد ورد أنهم قالوا لبيك اللهم لبيك أو لبيك لبيك قال الله عز وجل يأتوك في الناس بالحج والحج المقصود به هو قصد بيت الله الحرام لأداء نسك أمر الله تعالى به فهو قصد بيت الله بنية قضاء النسك قال يأتوك رجالا ما قال يأتون البيت رجالا قال يأتوك لماذا قال يأتوك لماذا قال يأتوك نعم بما أنه هو سبب النداء قال إكراما له قال يأتوك بما أنه كان هو المنادي جعل الإتيان إليه هذا وحد الأمر الثاني فيه دليل وفائدة جميلة ولطيفة وسنة من سنن إبراهيم هي سلمكم الله أنه يدل هذه تدل هذه الكلمة على أنه يحج البيت كل عام فيأتيه الناس ليتعلموا منه التوحيد لما أتم التوحيد وجعل الله لهذا البيت ليكون مقرا لتبليغ رسالة الله عز وجود وتعليم الناس في التوحيد ولذلك كان يحج بيت الله كل عام كان يحج بيت الله كل عام هذا ما التمس ه بعض المفسرين في هذا والله تعالى علام ومن هنا نأخذ أيها الأخوة فائدة جميلة أيضا نفيسة في هذا أن الإنسان الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة من العلم والفضل شرفه ينبغي أن يتخذ له مكانا ينشر فيه دعوته وأفضل مكان يبلغ فيه الدعوة هو مكة المكرمة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا وقياما وهدى للعالمين وأذكر أن جلست مع أحد المشايخ الفضل الذي أقام مشروعا في مكة اسمه مشروع تعظيم البلد الحرام فذكر أوصاف البيت الحرام ومن ضمنها أنه قال مثابة للناس يثوبون إليه ومن ضمنها أنه جعله قياما تقوم به يقوم به إيش دينهم يقوم به دينهم من نشر الدين وقامة الحج وصلاتهم أصلا إلى البيت ثم أيضا هو هدى للعالمين فقال استنبطت من هذا أن كل مشروع ينطلق من مكة لإبلاغ رسالة الله فإنه يأخذ هذه الصفات فمن تزج بشيء وأقترن به أخذ فضله فالمشروع يكون له مثابة بمعنى أن الناس ينتفعون به أكثر وقيام بمعنى أن يكون المشروع له استمرار وهدى بمعنى أن يكون أثره بإذن الله عظيم ومن هنا أيها ينبغي أن يكون لنا أثر في الدين بقدر طاقتنا كما أن إبراهيم كذلك في دعوته وتبليغه رسالة الله عز وجل وتعريم الناس للتوحيد في بيته تعالى نقف هنا لانتهاء الوقت لعلنا إن شاء الله نتم ذلك في المجلس القادم بإذن الله نسأل الله يرزقنا ويكون التوفيق والسداد وأن يهدينا بهدي كتابه صلى الله وسلم على نبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك